بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبدالله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الديني وبعد عزائي طلاب الصف الثالث المتوسط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنتكلم عن نص الفهم الكرائي بعنوان الأمن المعلوماتي الأمن المعلوماتي نستمع إلى النص ثم نجيب عن الأسئلات التي بعدها النص الأمن المعلوماتي تهلت وسائل تقنية المعلوماتي الاتصال والتواصل بين البشر عبر البريد الإلكتروني وتوظيف البرمجيات كما يسرت العلوم والمعارفة المختلفة وجعلتها متاحة للأغذي بها بما يسهم فرقي والتقدم الحضاري للأوطان وينبغي أن يواكب المواطن تلك العلوم المتقدمة والاستخدامات التقنية التي دخلت في معظم جوانب الحياة وجميع المجالات والتخصصات والمهن وأن يستفيد منها ويوظفها التوظيف الأمثل لخدمة وطنه والرقي بنفسه ومجتمعه ولكن عليه التنبيه إلى تقنين ساعات الاستخدام حفاظا على صحته فمن المتوقع ارتفاع عدد مستخدم شبكة المعلومات العالمية الإنترنت في المملكة العربية السعودية إلى 30 مليون مستخدم بحلول عام عشرين اثنين وعشرين وهذا يعني أن نسبة مستخدم الإنترنت في المملكة سيرتفع إلى 82.16 من سكانها وأن كل فرد في المملكة العربية السعودية سيحظى بما يعادل خمسة أو أربعة من الأجهزة المرتبطة بالشبكة العنكبوتية ومنافذ الاتصال كما يزداد عدد الأجهزة المتصلة فيها بنحو 83.3 من عشر مليون جهاز اتصال بحلول عام عشرين اثنين وعشرين ويتوقع أن يكون للأجهزة غير الحاسوبية الحصة القبرى في رفع معدلات حركة مرور البيانات نتيجة نمو الاتصالات والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وسيؤدي ذلك إلى تعزيز الاتصال وإيجاد فرص جديدة للذكاء الاصطناعي وتوظيف الآلة في مختلف القطاعات وعلى مستوى المنازل الذكية وقد أكرت حكومة المملكة العربية السعودية نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية عام 1428 هجرية الذي يهدف إلى الحد من نشوء تلك الجرائم بتحديدها وتحديد العقوبات المقررة لها ومن تلك الجرائم المنصوص عليها في النظام اختراق الأنظمة والمواقع الإلكترونية أو المساس بالحياة الخاصة للآخرين والتشهير بهم وسرقت بطاقات الاعتمان ونسخ البرامج وإتلافها وتزوير المستندات أو التواصل مع المنظمات الإرهابية وكل ما يمس أمن الدولة وسلامة المجتمع إن صدور هذا النظام فيه سعي إلى تحقيق توازن ضروري بين مصلحة المجتمع في الاستعانة بالتقنية الحديثة ومصلحة الإنسان في حماية حياته الخاصة والمساعدة على تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية كما يهدف إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب المجتمعية وحماية الاقتصاد الوطني ومن هذا المنطلق ظهرت الأنظمة الأمنية الأكثر تطوراً تماشياً مع تطور الجرائم الإلكترونية وحرصاً من المملكة العربية السعودية على حماية البنى التحتية لأنظمة المعلومات متضمنة الإنترنت وشبكات الاتصال وأنظمة الحاسب والمعالجات المدمجة فقد أنشأت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله عام 1439 هجرية هيئة باسم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وتعني السيبرانية قضاء الإنترنت أما الأمن السيبراني فهو أمن المعلومات على أجهدة الحاسب الآلي وشبكاته والمعلومات والخدمات ويهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني للدولة وحماية مصالحها الحيوية وأمنها الوطني ولعل ما يقوم به رجال المعلومات والأمن السيبراني مشابه لما يقوم به رجال الأمن إلا أنهم لا يغادرون مكاتبهم للبحث والتحري في جريمة إلكترونية إن الشبكة العالمية للمعلومات سلاح ذو حدين حد قاطع لا هوادة فيه يتمثل في البرمجيات التي تعلم الجريمة وفي المنتجات الهابطة وحد يتمثل في جوانبها المعرفية ومحتوياتها العلمية وقدراتها الفائقة المتمثلة في المزاوجة بين أحدث ما توصلت إليه تقنية المعلومات والحاسوب وتقنية الاتصالات وقد أتاح الموقع الإلكتروني لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاطلاع على لائحة الجرائم المعلوماتية وكل ما يخص الأمن السيبراني انتهى نص فهم المكروب وسنركز على أهم الأسئلة التي وردت به أولا معاني الكلمات الكلمة ومعناها أصل كل كلمة بمعناها المناسب أو اختر لكل كلمة معناها المناسب معنى تقنين أي تحديد يبقى أختار تقنين أوصلها بإيه؟ بتحديد تقنين أي تحديد المنصوص عليها أي المسكورة إذن معنى المنصوص عليها أي المسكورة تعزيز أي تقوية إذن قلنا تقنين بمعنى تحديد وقلنا المنصوص عليها أي المسكورة وتعزيز بمعنى تقوية ثم يأتي سؤال أخر من الأسئلة المهمة ما معنى كلمة أتاحا وما ضدها المعنى أتاح معناها يسر وأأتي بها في جملة والضد منعا وأأتي بها في جملة يبقى أتاحا معناها يسر أو أباحا والضد معناها عكس يتاحا أي منعا وحجبا يبقى أتاحا يسر وأباحا والضد منعا وحجبا وأأتي بهم في جملة أصل المصطلح بالمدلول المناسب له البريد الإلكتروني مصطلحها أو مدلولها المناسب الرسائل المتبادلة عبر الشبكة العالمية بين المستخدمين تسمى بالبريد الإلكتروني البرمجيات مجموعة من التعليمات والأوامر المكتوبة بأحدث لغات البرمجة الزكاء الاصطناعي معناه محاكاة البرامج الحاسوبية للقدرات الزهنية البشرية وأنماط وأنماط عمله ثم أيضا من الأسئلة المهمة على نص الفهم الكرائي سؤال يقول فيما يجب أن تستثمر تقنية المعلومات الإجابة في تحصيل العلوم النافعة الدينية والدنيوية والتقدم الحضارة إذن السؤال مرة أخرى فيما يجب أن تستثمر تقنية المعلومات بمعنى لماذا تجلس على الإنترنت أو ماذا تستفيد من الإنترنت الإجابة في تحصيل العلوم النافعة التي تنفع الدينية والدنيوية